جيت معنا الأسبوع اللي راح وما قدرنا ناخذ منك شيء ولا الحمد لله حمد لله جلالة مني شوي فبعض الناس يمكن يقول معاذ وش جايبه معهم اللي ما يعرف معاذ ما يعرف معانات معاذ ما يعرف تخلص معاذ من مشاكل ما يعرف أن الصبر يعني أبي أنت وصبرك حتى جعلت لك مكانه في الحياة ومكانه في الحمد لله أصبت بمرض واصبت ب الحمد لله على قضاء الله وقدره والمؤمن مبتلى والحمد لله إذا واحد صبر وذا سبحان الله جاء هجر والبالس من الله اللي يجيك سبب دخولك الجنة اللهم لك الحمد لله اللي يشوف معاذها الحين بشكله هذا ما يدري أنه مصاب بالسرطان كنت وطاب كنت ونصغيري نعم نعم أينه الشر ما يجيك أنا من ولدت سمك الله ونا فيني سرطان في الرأس نعم وضاقط على عصب العين اليمنى نعم الدرجة أني تصقع في الجدران أمشي وأصقع في الجدران نعم سبحان الله من شيخ في شيخ ربك رطيف وما شاء الله تبارك الله الله يجزاه الخير ويجزاه الجنة الوالد والوالدة نعم الله يجزهم الجنة ما قصروا معي السلامات من هو وبات واحد صباح واحد مساء لا إله يعني فضلهم فضل الوالدين معروف يعني ما حد يقدر يوفيه فما بالك اللي صابرين عليك وعلى بناك نعم أي والله والحمد لله لا كيماوي ولا شيء أنا قرروا عليك كيماوي نعم يعطونني الوالدة قالت والدها تعطونه ولا شيء قالت أنت تحمل المسؤوليتها قالت أنت تحمل المسؤوليتها وتوقع ويوقع الوالد معها ويأخذونني من شيخ في شيخ ويقرن علي وعسل وحبة سودة وموت زمزم يا ربي لك الحمد يوم وصلت لسن دراسة أختفى تماما سبحان الله تماما سبحان الله سبع سنوات معاناة الحمد لله الحمد لله وهذا بدعاء الوالدين مع التشافي بالقرآن وهذه من نعم الله الإنسان يكون صابر يكون شاكر لا في شك المشكلة مبهنة بعدين الآن طلعت للحياة بسلوب جديد بدأت الدراسة الحمد لله بعد ما كبرت وتوظفت وطلعت من الوظيفة وكذا لني أحب العمل حر أي نعم عانيت بنقطة الزواج طقيت بيوت إلى قبل كل ما ذا سكروا الباب فوجي كل ما داروا عني سمك الله عمضي سكروا الباب فوجي لأن في ناس من أقالبي للأسف والله يسامحهم ما قدر أقول غير كذا يا سلام وش قالوا قالوا إن معاذ ينصرع في صراح تمام وأنا هذا كله موفيني يا الحمد لله أسوق وروح واجي وسافر وكل طبيعي لكن سبحان الله كل ما طقيت باب سكر فوجي كل ما داروا عني النقطة هذي وسألوا عني قالوا إن معاذ يسرع سكروا الباب فوجي الضرجة أني راح طقيت باب أجانب يعني مو بسعوديين يوم داروا عني طبعا لهم كانتهم في المملكة ومعروفين يعني سكروا الباب فوجي هي لعين رحتهم كالله تزوجت من براء من المغرب أي نعم والأمور الحمد لله الله اجزاها خير أم سنت يبارك فيها ما شاء الله أي والله ما قصرت معي لقيتها هي الأم هي الأخت هي الكل شيء يعني الحمد لله من ترك شيء لله أوضه الله خيرا منه يا سبحانه يا ربي لك الحمد لله بطولاتك في الكونغ فو ترى حلقة الماضية أنت كلتين لي أنا مدرب أنا من